اهلا بكم Yanسب الموكوط العيد الروايط سي 76 سيادر سي هال SARAH صانع سي اشعة في فضلك بان ris f مش عادة سي كيس حلواني ضد ستعملها بطريقة سهلة جدا وجميلة وما بتاخدش معاك موقت خالص ومأدير سهلة وكلها ويبصل بسكوتة كده خفيفة خفيفة جدا بتكسر معاك بكل سهولة كده بسكوت العيد شايفيني يا وغدا اللي هون عامل ازاي جد سهلة جدا وجميلة ومقرمشة كده بسكوت العيد من اجمل المأدير اللي انا استخدمتها ومن اجمل كمان الطرق بسكوت العيد بالشوكة بسكوت الناس اللي ما عنداش الكس الحلواني او المكنة او عادي دي من اسهل الطرق هتعملها كده بالشوكة على بسرعة كده على السريع يلا بس لو انتو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يفصل لكم كل جديد اول حاجة معايا نصة كباية من استمناء انا نهاردة هستخدم لكم مأدير الكباية طبعا انتو تقدروا الضعف والكمية على حسن ما انتو عايزين ايه وهبدأ طبعا ان اضربها بالمضرب اليدوي كده بسرعة اه ممكن تضربوها بأيديكم بالمضرب اليدوي بالمضرب الكهربائي في الخلاط اي حاجة استمناء مهم ان احنا اضربها كويس لحد ما الكوان بتاعي اتقال كده واللون بتاعها يبدأ ان هو يتغير انا هضربها بالمضرب عادي بمضرب اليدوي لو مش عندكم ممكن تعملها بأيديكم سهلة جدا طريقة سهلة جدا وجميلة شايفين اللون بدأ يفتح معايا كده والقوام بدأ يضعف معايا الطريقة سهلة جدا شايفين القوام يضعف معايا قد ايه تضربوا فيها كده المدة 5 ازاي 10 دقيق يعني ايه على حسب هي تاخد معاكم قد ايه السامنا دي بدرجة حرارة الغرفة يعني هي مش في التلاجة ومش برضو سايحة هي سامنا بدرجة حرارة الغرفة بس كده هو ده القوام المناسب تقل معايا ازاي واللون بتاعها تغير وفتح معايا بعد كده هنزل عليها بكوباية من سكر البودر طبعا تقدروا تضربوه في البيت كده او ممكن تشترونه من برا وهنزل عليها ببيضة ببيضة متوسطة للحجم بدرجة حرارة الغرفة وبعد كده هنزل عليها برشة من الفانيليا او الفانيليا السيلة عادي الفانيليا الجافة او الفانيليا السيلة وبعد كده هبدأ ان انا اضربها كويس بالمضرب بعد ما نزلت عليها كده بالفانيليا اضربها كويس بالمضرب اليدوي وممكن تضربوها بأيديكم القائم بتاعيها هيبدأ ان هو يضاعف معاكم بعد ما ضفنا لها السكر والبيت كده القائم بتاع هيبدأ ان هو يضاعف واللوم طبعا هيبدأ ان هو يكون افتح معاكم والقائم هيبقى خفيف كده معاكم افضل ان اضرب فيها كده لحد ما اتأكد من السكر ده فيها كده ومفيش كده يعني اتحكد كده ان كله اندبق مع بعضه هجيب كده في طبق لوحده كوبايتين من الدقيق وبعد ما نزلت بكوبايتين كده من الدقيق اني مقدير الكوباية هنزل عليها برشة طرف المعلقة كده من البيكين بودر رشة ملح طرف المعلقة كده طرف المعلقة ما تتحاولوش اندو تقطروا عن كده بعد كده هنزل عليها برضو بطرف المعلقة من النشادر طرف المعلقة ما تحاولوش اندو تقطروا وطرف المعلقة كده من البيكين بودر وبس كده هبدأ بقى ان انا اضرب او هبدأ ان انا ادمج الديق مع المكونات دي كويس قبل ما اضيفها قبل ما اضيفها على الخليط بتاعي اللي هو استمنى والبيض والسكر وبعد ما ده مكتوم كده شايفين القوان بتاعي بتاع الخليط بتاعي اللي هو استمنى والسكر والبيض بعد ما اتأكد كده انه هو اضرب كله مع بعضه هبدأ ان انا انزل بالخليط دي شايفين القوان بتاعه عامل ازاي واللون فاتح معايا هنزل بالدي دي المكونات اللي انا اضفتها على بعض المواد الجفة هنزل بيها على البيض بقى والمكونات بتاعتي طريقة سهلة جدا وهبدأ كده ان انا هضربها شايفين هي دي المأدير المأدير سهلة جدا والخطوات اتبعوها ويقمشوا بالمأدير بالزبط علشان تنجح معاكم وتكون نجحة هبدأ ان انا اضربها كده بالطريقة دي لحد ما تلم معايا طبعا ان هبدأ ان انا اعجنها بايدي كده تقدروا تعجنوها بايديكم او بالمضرب يعني بس الافضل انتو تعجنوها بايديكم عشان تلموها كده معايا بعد كده هبدأ ان انا عجنها لحد ما تلم معايا طبعا انا هبدأ ان انا لمها بشوية مية على حسب يعني هبدأ ان انا انزل بشوية شوية لحد ما تلم معايا متأكد كده ان الكوان متماسك معايا كده انا هعجنها بايدي كده شايفين شكلها عاملت ازاي بجد سهلة جدا هتلم معاكم بكل سهولة انا نزلت كده يعني اقل من رابعة كباية من المية على حسب يعني حسب نوع دي معاكم وعلى حسب هي هتلمي معاكم ازاي بعد ما لميتها كده بتبدأ ان هي ما بتلزقش معايا عادي يعني ما لزقت معايا كده بعد ما عجنتها خالص شايفين القوام بتاح هعمل ازاي هو ده القوام المناسب طبعا انا مش هسيبها ترتاح ولا حاجة انا اول حاجة بقى هفردها بقى وابدأ ان انا شكلها بقى وعملها بسكوت اول حاجة هنزل بدقي اهم حاجة حدث دي لان مش عايزين العجلة هتلزق معنا على اي حاجة بقى هتعملوا عليها انا نزلت كده برشيت دي وهبدأ ان انا افردها افردها كده بالطريقة زي طبعا تفردها بحاجة كده زي الفرادة علشان تبقى السطح بتاعها امنس كده ومتساوي وهبدأ ان انا ارش عليها دقائق من على الوش الاول وبعد كده هبدأ ان انا افردها افردها بقيتنا الشابع انا افردها كويس وعيزات كده تكون كل الشكل بتاحيك متساوي قطعة كلها تكون متساوية وعملها على شكل مربع كده زي ما احنا شايفين في الاول عملتها عجينة كده هبدأ ان انا افردها كويس لان هي انا مش عايزها تكون سميجة معايا اهم حاجة انتو خلوها تكون نفايعة كده شوية وهبدأ ان انا اساوي الاحراف الاطراف بتاعتها اساويها كويس لان انا عايزة اعملها اساويها طبعا بالسكينة او بالسباتولا اي حاجة طبعا انتو تادروا بتاعتمدة بالسكينة انا عمالها بالبز lespatula اساوي كده الاحراف اكبر ابن برعلقة اي حاجة اهم انتو تساوي الاحراف يعني زي ما احنا شايفين تكون مربعة معايا ما تكون مش مسلا دورية او كده لأ احنا عايزينها تكون مربعة دلشكل هنساوي الاحراف كويس وطبعا البوائي دي هنعملها تاني هنبدأ ان احنا نف whose نفايه ها تكون معايا يعني كمية طبعا انتوا تقدروا عضوا الكمية انا اقالت لكم مقدار الكبية فتبعا تقدروا عضوا الكمية بالقلق جميل جدا و السكر مزبوط كل حاجة مزبوطة يعني جميل جدا انا سوتها بالشكل ده الحراف كلها خلستها مربعة كده و eine cutting her انا شيلت كل الواحد انا انا احروف دي وطبعا برضي هبدأ ان انا ، بصغير تاني بس أنا أكيدة هبدا أن أشكلها بالشوكة دي بقى أسهل مرحلة إنتم تعملها مرحلة التشكيل بالشوكة إليك تقولولي كيس حلواني ولا تقولولي بالمكنة لا دي أسهل طريقة ممكن تعملوها بالنسبة للناس اللي ما عندها إيش ولو عندكم مدافر عندكم يعني ممكن تعملوها بس بجد من أسهل الحاجة اللي ممكن تعملوها بشوكة كده تعملوها بسرعة جدا بجد عملتها بسرعة لم أخدتش معايا 5 دايق فرد أثار كثير من المكناب أكثر شايفين أنه أنا بفتاة بالشوكة كده أعمل كده بالحرف بعد كده أجيب السباتولة أو السكينة وهبدأ أننا قطعها كده بالطول زي ما احنا شايفين كده متقطعها علشان شكل الشوكة بيبقى كده أنا طبعا أقطعها كده شايفين زي ما احنا عاملين كده أقطعها كده بالطول وهبدأ أنه أقطعها بالشكل اللي إحنا عايزينه او الحجم اللي احنا عايزينه او تصغره او تكبره انا هعملها بالحجم ده حجم يعني حلو مش كبير ومش صغير جميل جدا هو ده الحجم معي بتشلم كده معي بسهولة شايفين شكلها عمل ازاي متأمسكة معي لان انا حطيت دي طبعا انت لو محطتوش دي مش هتعرفوا تمسكوها المسكة دي تلزق طبعا فاهم حاجة انتو تحطو دي شايفين شكلها عمل ازاي كلهم متساويين مع بعض والشكل بجد رائع بالشوكة يعني اسهل حاجة ممكن تتعمل شايفين من اسهل حاجة اللي ممكن تتعمل تعالوا بقى اقول لكم على التسوية دي الكمية اللي انا عملتها طبعا حطيتها في صنية دي هنتها بزيت في صنية الامونيا اسهل حاجة يعني من افضل حاجة اللي ممكن تتعملوها انتو تسوها في صنية الامونيا لانها بتوزع التسوية صح اي طبعا زي ما احنا شايفين دي الكمية اللي عملتها وده الشكل اللي انا عملته عدقة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقيق بعد ما تستويه طبعا شغل عليها الشوية تاخد كده حاجة بسيطة كده تحميلة كده من على الوش لون دهبي شايفين متبسكة معي قد ايه وكلهم متصييمون مع بعض هدخلها الفرن وهرجع لكم تاني بعد ما تستويه وكده بعد ما خرجت من الفرن خدت بالضبط معي 10 دقيق وشغلت عليها الشوية خدت تحميلة كده بسيطة منها على الوش ايه طبعا احنا محطناش بيكين بودر ولا نشادر كتير عشان كده هي متحركتش معنا مش هليت قوي معي يعني زي ما دخلت على الفرن زي ما خرجت زي ما احنا شايفين بالشكل ده لان انا طبعا كنت مرفعها فحاسب كده انتو تكونوا متخنينها انها ببوز معاكم يعني هي ده الحجم المناسب بتاعها وقده لون كده خفيف من تحت ولون خفيف من على الوش والشكل بتاعها بجد رائع جدا كل الحجم كله يعني كلهم نفس الحجم حاولوا انتو تتوق في الاحجام طبعا تقدروا تكبروا في الحجم وتقدروا تصغروا طريقة سهلة جدا ما خدتش معايا اي حاجة ما خدتش معايا وقت خالص بيه عشر دقيق العاجم ما بياخدش معنا برضو عشر دقيق كله حاجة سهلة شايفين الكمية عامة معايا قد ايه بتقدروا تضعفوا الكمية زي ما انتو عايزين من اسهل حاجات اللي ممكن تعملوها بالشوكة بساني كده هتكونوا عملتوها وشكلتوها اسهل بكثير من المكينة اللي بنسبة الناس ما عند عاش مكينة بس كده يكون خلاص نركوا المأدير بتاعت النهاردة يارب يكون الوصفة عجبتكم او الطريقة عجبتكم يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة ولو انتو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تتشرفوني بروحكم الجميلة واستلام عليكم ورحمة الله بركاته